اهلا وسهلا فيكن من جديد ان شاء الله اليوم بدنا نتعلم كمان عن الياسمين النافر بس اليوم بدنا نتعلمها بناءا ع طلب الصبايا اللي طلبوها بطريقة مستطيل يعني مثلا اذا بدنا نعمل شال مستطيل او بدنا نعمل سكارف بدنا نشوف كيف فينا نعمله بالحقيقة فتشت كتير عباترون او عطريقة لشغلة بالشكل المستطيل ما لقيت لهيك حولت انا حولها من المسلس لمستطيل والحمدلله مشي الحال اول شغلة رح نعمل سناسل او عواميد رأسا اذا بتكون متل ما انتو بتحبوا الفاونديشن ستتش تشغلوها او سناسل رح نعمل 30 سنسال ونرتفع عليهم بدنا نشتغل بالبداية 30 عمود ببرم بالبداية بدي اعمل قط بالتسبيت برجع بعمل 3 قطة بسنسال واشتغل بالفاونديشن ستتش 30 عمود ببرمي اول 3 قطة بسنسال يعتبروا اول عمود لهيك بدنا 29 عمود لانه القطبة بدنا تنقسم على 6 ترجمة نانسي قنقر عديت القطب وطلع معي 30 عمود بدي ارجع ارتفع 3 قطة بسنسال وابرم الشغل بدي ابرم هيك وبيدي اشتغل عمودان بعد ببرمي على القطبة التانية بعمل عمود وعى 3 قطبة بدي اعمل عمود 3 عواميد بالبداية و3 عواميد بنهاية هدول بدي يدلوا معنا لنوصل لطول المطلوب لسكارف او للشال العريض ساعتها بدنا نزود اكتر بس المهم تنقسم القطبة عستة اول شي بدي بلش اعمل قطبة الشال لهيك بدي اعمل قطبة سنسال وارتفع بالخيطان هيك وامسكهم من هون وبلش اعمل عقدة الحب او عقدة سليمان او قطبة الشالات الى كتير تسميات المهم بدنا نعملها نصفة بس مش كلها برجع ببلش بعمل عمودان بريد بس بعد ما عد خمس قطب واتركهم واعمل بالسادسة يعني هاي هون عمود اثنين ثلاثة أربعة خمسة بسادس واحد ببلش بعمل بريد وقطبة سنسال وبريد هيدول قطبة البريد يلي بدي اشتغل عليهم قطبة اليسمين لهيك بدي اجي اعمل هون اول بثلات قرامة خمسة عشر برمي على الابرة رخيط الخيطان بسحبهم لتحت بمسك بايدي هاي وببلش بنزل من خلال البرمات الابرة بس تصير معي القطبة هاي بسحب تاني ايد الخيطان اللي تصير معيه كأنه شرنقة بنرجع بنسكر عليهم بمنزلقة بنسبتها على العمود الاول او على البريد الاولى هاي بقطبة حشو او منزلقة متل ما بنستحكم نحن بنرجع بنعمل التاني برمنا خمسة عشر برمي رخينا الخيطان نتفي بننزلهم لتحت هيك بهالقصبة بهالقصبة عيني بنمسك الخيطان نسبتهم بنبرم على الابرة خيطان نسحبهم للأسفل هيك بس تظهر معنا القطبة بنزبطها وبنسحب هيك الخيطان ده تصير هاي متل الشرنقة بنرجع بنسكر عليهم بمنزلقة وبنسبتها بعد ما بتاخد راحطها هاي البتل التانية بنرجع بنسبتها على نفس البريد لانه نحن عملنا قطبتان بريد بنسبت على كل وحدة بتلتان للزهرة وياللي شافوا الفيديو السابق ياللي هو عبارة عن شال الياسمين النافر حط لكم لينك ان شاء الله بديسكريبشن بوكس بيشوف الشرح كمان كيف بيكون مسلس بنرجع بنعمل ثالث بتلة خلصت الخمسة عشر برمي ريحت الخيطان نزلتهم لتحت وبيدي اسحب من خلالهم الخيطان بس اهم شي نعرفه انه اذا برمنا خمسة عشر برمي البتلات كلها نازم تكون نفس العدد مشان يطلعوا قد ما فينا قد بعضهم هاي تالت وحدة بدنا نسبتها على طبط البريد يلي بتاني مايلي اياها هون هو بينبرم لحاله الشغل بنسبتها وبننا نعمل الرابعة يلي بيشوفوا هالطريقة لأول مرة نسيت خبركن اني استعملت إبرة السيلفر لأنه هالقطبة بدراس رفيع للإبرة مشانيقدر يمر من كل هالقطب يلي هني بيشبهوا قطبة الريكوكو بالتطريز عملت بتلتين على أول بريد واثنين على تاني بريد طبعا قطبة اليسمين أو زهرة اليسمين هي بتيجي خمس بتلات لهيك برجع بجلس هيك الش السطر وبعمل بعد وحدة لسبتها بنقطبة السنسال يلي بين الاثنين البريد دايما لازم نريح هيك نخلي معنا خيطان زيادة مشان ما تعزبنا بالبرم بنرجع من ريح هيك الخيطان على الإبرة ننزلهم كلهم للأسفل ونلف الخيطان ونسحبه من خلاله ندفت تدريب بنلاقي حالنا أتقنناها للزهرة نسكر عليهم بمنزلقة ونسبتهم عسنسال يلي بين قطب البريد كمان فينا نسبتها بقطبة حشو أو بقطبة منزلقة خلصوا الخمس بتلات صارت اليسمين كاملة وصار فينا ننتقل لوحدة تاني بنرجع بنعمل نصف قطبة الشالات وبدي عد خمس قطب أو خمس عوامين هيا مع آخر قطبة عملتها بعدت خمس قطب هاي واحد اتنين تلاتي اربعة خمسة برقم ستة بعمل بريد برجع بعمل قطبة سنسال وبريد نفس المكان طبعا صار موضح انه هيدولي عمودين هوني او القطبتين البريد هي قلبها للزهرة نرجع هون رح بشتغلها امامكم بدون ما احكي مشان تركزوا علي المهم تعرفون انه هيدول اتنين البريد بسبت اول شي عاول واحد باتلتين وعا تاني واحد باتلتين وعا هون السنسالي اللي بيناتن وحدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة خلصت تاني حبة ياسمين معنا وبدنا نكرر نفسي اللي عملناه قطبة سنسال ونسق قطبة الشالات بدي كرر اعمل قطبة الياسمين بعد مرة خلصت تالت وحدة برجع بعمل لنسق قطبة العمود وبيختم السطر بتلتة عواميد عمود ببرمة باخر تلتة قطبة بعد ما بخلصهم برتفع تلتة قطبة بسنسال وببرم السطر بدي اشتغل بعد عمودين عا كل عمود عمود برجع بعمل قطبة الشالات بس بدي اعملها كلها هاي تاني عمود ببرمة وهاي تالت عمود لانه بلشنا بتلتة قطبة بسنسال يعتبروا عمود بدنا نظل نرتفع تلتة عواميد ببداية السكارف وباخرة بنرجع بنعمل قطبة سنسال بارتفع بقطبة الشالات بس بعملها كاملة مش نصة بننسبتها وراء الاول زهرة ياسمين في هيك قطبتين هياهم زاهرين بنسبت فيهم صار قطبتين معي بعملون حشو برجع بعمل قطبة سنسال وبعيد عمل قطبة الشالات السطر اللي هيدا الخلفي بدت نعمل قطبة الشالات كاملة بنسبتها بتاني حبة ياسمين وهاي تالت حبي كمان بدنا نختم السطر متل ما بلشنا كيف هون هيك بلشنا بدنا نختم نشتغل عمود ببرمعة كل عمود نرتفع ثلاث قطبة سنسال ونبرم الشغل نرجع بنعمل عمود عا كل عمود ونعمل قطبة سنسالة نرتفع بنصف قطبة الشالات بكل عقدة من هول يلي عملناه هون لانه هيكسر موديله للسطر فيه اربع قطب شالات عا كل عقدة هون بالوسط بدنا نعمل قطبتان البريد يلي بلشناهم باول سطر يعني بدنا نعمل عليهم زهرة اليسمين نعمل اول قطبة بريد بقلب العقدة نرجع بنعمل قطبة سنسال وقطبة بريد تاني بنفس المكان بدنا نبلش نشتغل عليها زهرة اليسمين خلصت قطبة اليسمين ورجعت عملت نصف عقدة الحب او نصف عقدة سليمان متل ما بتكم بتسموها حتى بيسموها قطبة الشالات المهم نعمل النصف مش نعملها كلها وننزر عند حبة اليسمين يلي عملناها سابقا بنعلق وراها بقطبة حشو او بقطبة منزلقة القطبة نسحب هيك الخيطان وبنعمل قطبة حشو بنرجع بنكفي القطبة بنعمل النصف التاني وبنروح عند العقدة التانية تعيد الشالات هون نعمل فيها قطبتان البريد هاي اول بريد وقطبة سنسال وبريد تاني نرجع بنعمل عليها قطبة اليسمين العقدة هون يلي عملناها ورا هالياسميني هاي منشان يكون مريح السكارف وما يشدع بعضه صار فينا نعمل قطبة اليسمين هيدولي عمودين البريد يلي عملناهم وبعد ما بنخلصها بنرجع بنعمل نصف قطبة الشالات بنسبتها ورا يسميني هاي اللي تحت هون كمان بقطبة حشو بنرجع بنرتفع بنصف قطبة الشال وبنعمل هون حبة يسمين كمان ونفس الشي بنكرر لنوصل لاخر وحدة عنا اربع عقد يعني بيطلع اربع يسمينات اخر شي بنعمل نصف قطبة الشال وثلاثة عواميد اخر السطر خلصتاني حبة يسمين بنرجع بنعمل قطبة سنسال ونصف قطبة الشالات مثل ما عملنا باللي قبلة كمان بنسبتها ورا حبة الياسمين السابقة بنرجع بنرتفع لنعمل حبة او نصف قطبة الشالات تاني مرة وبنعمل هون نرجع قطبتان البريد وكمان بنعمل عليهم يسمين التالتة بيناتهم قطبة سنسال كمان بعد ما بتخلص بنعمل نصف قطبة الشالات بنسبتها ورا حبة الياسميني هاي بنرجع بنعمل نصف قطبة الشالات وبنعمل يسميني هون بنكمل بعمل نصف قطبة الشالات وثلاثة عواميد بنختم السطر بثلاثة قطبة سنسال وبنبرم اكثر موديل السطر لما خلصته آخر شي هون عملتله قطبة نصف الشالات وختمته بثلاثة عواميد ببرمي طبعا هون كمان بنرجع بنرتفع بثلاثة قطبة سنسال كبداية سطر جديد وبنبرم الشغل وبدنا نشتغله مثل السطر يلي قبل هيدا يلي عبارة عن قطبة الشال كاملة بس بأول السطر وبآخر السطر بنعمل عطول نصف قطبة الشالات مشان ما يتوسعوا عن الجنبين ويعرض ويبطل يصير مستطيل هاي ثلاثة قطبة بسنسال نعمل عمودين عكل عمود 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 ببرمي طبعا نرجع بنشتغل نصف قطبة الشالات بعد قطبة سنسال يعني قطبة سنسال وبعدين نصف قطبة الشال نبليش نسبتها ورحبة اليسمين هاي كمان بقطبة حشو برجع بعمل قطبة سنسال وقطب الشالات كاملين هاي قطبة الشال بنعملها الجزئين تعولة وبرجع بسبتها على قطبة اليسمين او زهرة اليسمين التانية هي كمان من الخلف هيك قطبتين بنسبت عليهم برجع بعمل قطبة سنسال وبكمل لآخر السطر بنفس الطريقة بس اخر قطبة شال يعني شالات عندي بعملها نصفة مشكلة متل ما بلشت السطر برجع بختم السطر بثلاثة عواميد وبارتفع ثلاث قطبة سنسال وبكمل يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلشنا بثلاثة ياسمينات ارجعنا عملنا أربعة ارجعنا عملنا ثلاثة فينا نستمر هيك نعمل ثلاثة ونعمل أربعة لنظل محافظين على يعني موديلو للسكارف ما يعرض أو يفلت يعني إذا زادوا الياسمينات عن أربعة مثلا رح بيصير أعرض لهيك بدنا نحاول نظل نحافظ على هالئياس بدي أرجعكم نيا من الخلف هي هوني أنا بعد ما ارتفعت ثلاثة عواميد اشتغلت نصف قطبة الشالات وسبتها بالياسميني يلي تحت يلي هي بالسطر يلي قبل هيدا برجع بارتفع نصف الشال كمان أطبته بعمل أطبتان البريد على العقدة يلي بتكون بالسطر السابق بعمل حبة الياسمين برجع أطبت الشالات نصفة سبتهم تحت برجع بعمل نصفة وبعمل فيها حبة الياسمين وبستمر هيك مرة بسبتها تحت ومرة بعمل فيها أطبت الياسمين ليخلصوا كل الياسمينات بختم السطر بنصف أطبت الشالات مشان ما يعرض معي من هون برجع بعمل ثلاثة عواميد ثلاثة قطة بسنسال وببروم السطر بس السطر الجاي تاع الخلف بدي أعمل أطبت الشالات كاملة بس ببلشها من أول السطر يعني السطر يلي بيكون ثلاثة ياسمينات بس أطبت الشالات يلي من بعدها الكاملة ببلشها من هون كاملة من هون ومن هون ليطلع معي أربع مطارح لأربع ياسمينات يعني هلأ هون أنا عملي ثلاثة قطة بسنسال وببروم السطر لأشتغل بدي أعمل بعد عمودين برجع بشتغل أطبت سنسال وأطبت الشالات كاملة وببلش سبتهم على زهرات اليسمين من الخلف هاي أول زهرة أطبت سنسال أطبت الشالات كاملة سبتها أعطاني ياسمينا بأطبت حشو برجع بعمل أطبت سنسال وبكمل بأطبت الشالات كاملة نسبتها على اليسمين التالتة من الخلف كمان بأطبت حشو أطبت سنسال أطبت شالات كاملة بنزل رأسا بعمل عواميد على عواميد بنعمل ثلاث أطب سنسال لأنه بدنا نبروم ونبلش بسطر جديد صار معي أربع أطب شالات يعني فيني أعمل عليهم أربع ياسمينات ببروم السطر بعمل عمودين حد أطب السنسال بعمل أطبت سنسال نصف أطبت الشالات عند أول عقدة بعمل أطب البريد أو تثبيت لليسميني يعني هاي بنقول له العمود البسيط أو أطبت البريد أطبت سنسال وأطبت بريد كمان بها نفس العقدة لنعمل حبة اليسمين بنرجع بعد ما بنخلصها لحبة اليسمين مثل ما عملنا بهذا السطر يلي فيه أربع ياسمينات نفس الشي بنعمل يعني نرجع بنعمل نصف أطبت الشالات بنسبتها على هالياسميني هاي يلي تحت بنرجع بنشتغل نصف أطبت الشالات وبنعمل هالياسميني هاي كيف اشتغلنا هون باللي عليه أربع ياسمينات بنشتغل نفس الشي بهالسطر بدنا نشتغل بها الطريقة من شان نظل نحافظ عليهم 3 ياسمينات و 4 ياسمينات يعني بس مرة بنعمل القطبة كاملة لما بنكون طالعين فوق الياسمينات الثلاثة بنعمل القطبة من هون كاملة قطبة الشالات ومن هون بدأ شوي التركيز من شان ما تضيعوا الوردة بدأ شوي التدريب بهدوء بنطبقها ان شاء الله بتصبط معكم هيك اشتغلت اول قطبة ياسمين بعد ما عملنا نصف الشال هون هي اول قطبة ياسمين نرجع بنعمل نصف الشالات قطبة الشالات نصفة بنسبتهم وراها الياسميني هاي اللي تحت هون بقطبة حشو برجع بارتفع بنصف قطبة الشالات بعمل هون قطبة ياسمين على هالعقد التاني هيها كمان بكرر لنهاية السطر بعمل ثلاثة عواميد ثلاثة قطبة بسنسال وبرجع ببروم وتكمل قطبة الخلف بس قطبة الخلف ما بعملها كاملة متل ما عملتها هون لا بعملها نصف نستمر هيك بهالطريقة لنوصل للطول يلي بدنا يعمل سكارف او من شال بدنا نحاول شوي شوي نشتغلها وبدأ شوي تدريب بس هي وتركيز حاولت كتير يعني قدر المستطاع اني اشرح لكم ياها او بسط لكم ياها بس بالحقيقة هي يعني شوي بدأ شغل وتدريب بتمنى كون قدرت توصلكون ولو شوي هيك فكرة عنها وان شاء الله بنبقى بنعمل مشاريع تاني توضح لنا الطريقة اكتر واكتر بدي اشكركم جميعا على دعمكم ومتابعاتكم الي وبدي اقول لكم موفقين ان شاء الله جميعا وإلى اللقاء ان شاء الله بدرس تاني اشتركوا في القناة